فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية فروى مسلم في صحيحه عن زهير عن سماك بن حرب قال سألت جابر ابن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها يعني في الركعة الواحدة أو في الركعتين قال وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة فروى مسلم في صحيحه عن زهير عن سماك بن حرب قال سألت جابر ابن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء خفف الصلاة بمعنى أنه يعادل الصلاة يعادل بين أفعال الصلاة وأركانها فيخففها من غير إخلال ويطيلها من غير إملاب هذه سنته صلى الله عليه وسلم ولا يخففها أو يطيلها كأي طالت هؤلاء يعني بعض الأمراء الذين يجهلون السنة يطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود أو العكس يطيلون الركوع والسجود ويخففون القيام قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوه هذا من الاعتدال أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد أو نحو ذلك في الركعتين أو في ركعة واحدة ويقرأ سورة ثانية في الركعة الثانية مثل ما قرأ باقتربة والنجم في صلاة العيد نعم حيانا وروا أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر بنحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك كما سبق أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالسبعين إلى المئة آيات أحيانا وأحيانا يقرأ بقاف القرآن المجيد فالفجر تطول فيها القراءة من أطول المفصل أو ما يعادل أطول المفصل وفي المغرب من قصار المفصل وفي البواقي الظهر العصر العشاء من أوساط المفصل هذا هو الاعتدال في القراءة وهذا يبين ما رواه مسلم أيضا عن زائدة حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا أنه أراد والله أعلم بقوله وكانت صلاته بعد أي بعد الفجر أي أنه يخفف الصلوات التي بعد الفجر عن الفجر نعم فتكون الفجر أطول من غيرها من الصلوات بقية الصلوات الخمس فالفجر يطول فيها القراءة أطول من غيرها نعم فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف فدل على أن التخفيف تخفيف نسبي نعم وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع وهي طائفة من حول الناس تسمع قراءته وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلا والطور نحو من سورة قاف نعم وكذلك هذه تؤيد الرواية السابقة أنه يطيل القراءة في الفجر وقرأ بقاف وقرأ بالطور وطور سورة الطور مقاربة لسورة قاف